السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بارك وصلى على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام اهلا بكم في قناة المطبخ احلى مع الشروق وحشتوني جدا يا ربي تكونوا بخير النهاردة اكتلكوا بقى بوصفة حلوة جدا موفرة وهتعملوها من حاجة كنتوا هترموها وهتستفدوا منها هتعملوا ايه بقى هنعمل بهارات السمك طب هنعملها ازاي يا شروق تعالوا وانا اقول لكم هنعملها ازاي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هنا معايا اشري الجنباري اشري الجنباري ازاي اه هقولك انت اشرت الجنباري اخسليه كويس جدا بالملح وسيبيه يصفة خلاص لازم تصفيه كويس جدا من مية وتجيبي صانية كده ولا صال عندك المتوفر وتحط فيه الجنباري اشري الجنباري ده كده زي ما انتوا شايفيني تفرديفر ايه الصانية كلها وطبعا تكوني مسخنة ايه بتكوني مشغلة الفرن وايه والفرن يكون سخن معاك هنعمل ازاي شروق الاشري الجنباري هنعمل ببهارات سماكها والله صدقيني هتجربيه ومش هتندمي حلو جدا جدا ولا الريحة بتاعته فضيعة 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 حلوة اوي 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 خلاص انا بحوات اخر حبة ايه تلاقيت فيهم لسه ايه مية كده مبلدين حاولت ايه اعصرهم بايدي كده وهو وزعتهم في السكر لان ما شاء الله كانت مية كتيره في ايه وزعته تمام هنا بقى تلاقى الجنبارية كانت ايه تايها كده وانتم اشراوا كده ايه منظفة جنباري وايه وصيبها منعمت ايه هحطها فيها خلاص هندخلها بقى ايه الفرن طبعا انت بتدخليها الفرن كل شوية اللي بي فيه علشان لو في حاجة لسه ما تحمصتش معاك كويس او مبللة تبقى ايه انت كده بتخديها اول اول هنا دي اول مرحلة هو تخرقتها شوفي فيه اتحمل فيه لسه اللي تحت تحسي اللي هو ايه ميندي كده في ايه مية بسيط فانت هتفضل يتقلبي كل شوية طلعيها وتقلبي كده لغدية ما يتحمص معاك وتتلاقيه نشف معاك خلاص يبقى دي اول مرحلة هنا انا بقى ايه بعد بالتقليب كل شوية طلعه واقلبه كده شوفي شوفي بقى هنا بقولك شوفي بقى عامل ازاي خلاص هو كده اتحمص معايا كويس جدا طب هنعمل ايه الوقتي هنسيبه يبرد تماما وبعدين هنبدأ بقى ايه هنبدأ بقى تنطحنه شوفي انا بطحنه كده في الكبه تطحنيه ناعم لازم تناعميه جدا تمام معايا هخلط كده كل الكمية اللي معايا هنعمل بقى كل الكمية دي وهنشوف هيطلع معايا المكونات اللي احنا هنضيفها عليها عشان بقى ايه تعمليها البهرات سمك احسن من الجبهة من برا هقولك هنضيف عليه ايه وشمي بقى ريحة تدبلة السمك البهرات السمك بقى تحطيها بتبقى تحفة تحفة جميلة تمام اهيت انا بطحن وايه وبتجهز اللي ورا ما تنسنش بقى في اللايك يا امرايا ما تنسنش في اللايك والاشتراك في القناة يلا نكبر مع بعض كده وتكبروني وتفرحوني انا هخلط بقية الكمية اهيت بص هي في المطحنة بتاعت الخلط افضل واحسن بكتير انا جربت في الكابة ما نفعيتش خلص تطلع عخشنا خلاص يبقى في مطحنة الخلط افضل واحسن وهيطلعها لك نعمة هنخلص كده كل الكمية تمام اهوت صدقوني لو جربت الطريقة دي مش هتندم اشوفي هنا بقولك اللي تحنطها هوت في الكابة شوفي خشن ازاي وشوفي ده نعم ازاي شوفت الفرق يعني هنا في الكابة طلعها لي خشن ما ينفعش طبعا انا في المطحنة بتاعت الخلط احسن وافضل بيطلعلك نعم انا قلت اوريكم الفرق بين الاتنين تمام انا هنا هطحنهم تاني لاني طبعا البهارات لازم تخليها نعمة افضل بكتير هنا بقى معايا البهارات اللي احنا هنضفها دي هكوزبرة ناشفة وده كمون تمام يبقى كوزبرة ناشفة وكمون ومعايا كمان توم بودر حبت ضيفي بصر بودر بيبقى حلو قوي برضو وكمان شطة خلاص يبقى دية البهارات اللي هنضفها تديني بقى شمي بقى الروايح شوفي دي الكمية اللي عندي طلعت ما شاء الله زي احي شوفي نعمة حلو قوي هنضيف بقى المكونات اللي معايا طبعا السمك بيحب الكمون هنحط الكمون تمام هنحط التوم البودر وانتي برضو تحطي اللي عاوزة تضيفي بوهارات التانية حطيها تمام هننزل بقى ايه بنزلنا بالشطة وتوم البودر بصر البودر وهننزل هنا بالكسبرة هيا نقلبهم بقى لازم تخليطيهم كويس مع بعض تخليطي كل المكونات دي مع بعض كويس جدا معايا كده طبعا انت باعتين تعمل السمك وهتحط له الملح عاوزة تزاودي مسلا فلفل عاوزة تزاودي اي شطة كمان اللي تفضلي خلاص انا ماشي معاكو واحدة واحدة انا جبت كده هنا معايا عشان عارف اقلبهم وخلطهم كويس مع بعض ماشي شوفي شوفي بقى الجمال ده احلى بخارات سمك الريحة جد جبارة فزيعة حلوة 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 قوي 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 هلنط باقي الدنيا كده اهي شوفي شوفي بقولك شوفي ما خلطهم بقى مع بعض طلع لكمية مشاء الله حلوة جدا هتقعد معايا فترة انا هملي البرتمان بتاع البهارات السمك والباقي تحتفظ بيه زمن تعاوز اتحفظ بيه بالتلاجة تمام تحطيه في كيس كده وتربطيه كويس وتحتفظ بيه عندك حتة مخصصة تحطي فيها البهارات تمام انا جبتي هنا البرتمان بهارات اصلا وانتي بتحماص القشر الجنبري كان قالب الريحة كان قالب الدنيا بصراحة كان ريحتها فظيعة جدا جدا انت خيالي بقى ما تضيفي عليه كمان المكونات دي يبقى حلو قوي قوي لو عجبت الوصفة ما تستخصريش فيها الاشتراق واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد هنزل لكم وصفات جميلة جدا وهتعجبكم انا بقول لك شوفي ملالي دا وشوفي لسه دا كمان يعني ممكن يبلولي كمان مرة ايه رأيكم بقى في الوصفة دي موفرة وانتي عارف انت عملاها ازاي كفاية بس انت عامل نظفة